موسيقى أنا المهندس عبد الرحمن شامي من العراق ومن محافظة الأنبار عملية عمليات في العراق وعملية مع لأسة رشلت أخر عملية قمت بها هي عملية شبكة بالبطن فتق 15 سنتين لكن لأسف بقت الذبجة راحة جيت إلى مستشفى بنيبال الدكتور لفيقاش أنندة الرجل شريف محترم جداً طبيب ناجح بارع قام بإعطائي علاج لمدة سبعة أيام وبعدها على أساس أن يعمل لي سونار جيت اليوم صباحاً جلست معاه جلسة طيبة وجلسته طويلة طويلة درس كل حالتي وبعد على ضوها قرار أنه لا تحتاج إلى سونار فقط تحتاج إلى علاجات فأعطاني علاجات الرجال جزاء الله خير مستشفى جداً نظيف مستشفى جداً متطور مستشفى جداً فيه جزاء عملي ناظور فيه أجهزة ناظور كل شيء جيدة جداً العلاجات متوفرة الدكتور نفسيته المريض عندما يدخل على طبيب ويشوف نفسيته الطبيب حلوة هذا نصف العلاج تقريباً دكتور رفيقاش أنندة محترم جيد جداً طيب أنا بصراحة سعدت أني راجعت عنده وسعدت أنه قمت بمراجعة هذا المستشفى العظيم الجبار أسأل الله أن يوافقهم جميعاً كمستشفى وإدارة المستشفى وأن يحفظ الدكتور رفيقاش أنندة لأنه إنسان يستحق كل تقدير وكل احترام ومن الله التوفيق وشكراً شكراً جزيلاً إلى الهند إلى دولة الهند لمساعدة العراقيين في جلب المرضى وشكراً للحكومة العراقية التي كذلك تسمح لنا بالدخول إلى الهند والعلاج نسأل الله أن يوفقنا جميعاً وأن يحفظ شعب العراق وشعب الهند وحكومة العراق وحكومة الهند وأن يجعلنا من الهند وأن يشافينا ونرجع على أهلنا سالمين غانيين اللهم نسألك الشفاء الله وغادر سقماً اللهم نسألك الشفاء الله وغادر سقماً والحمد لله خلال سبعة أيام كنت سبعين وزني الآن وزني ثلاثة وسبعين كيرو ثمانمية يا ربي الحمد لله رب العالمين وشكراً جزيلاً موسيقى موسيقى الشفاء موسيقى دعونgun على ليلة بحاطة موسيقى موسيقى الآن كانت الفرق من أجل الميت الآلة موسيقى ويوجه which found a leak so he underwent a fasciolo-جelostomy again in this parent country and his L-fortune did last there itself after some time he also had incisional hernia for which again a series of surgeries were done a mesh was placed so patient had significant morbidity he had difficulty in digesting food he was having recurrent nausea, vomiting pain, abdomen restlessness he had significant weight loss and was not at all feeling comfortable so with all these things he came to us he was very dehydrated very thin at the time when he first came we evaluated the patient we found that we did a CT scan we did an endoscopy we also took a surgery consult from the bariatric surgery in our hospital his thyroid levels were also not optimized so that were also corrected the good part was that the surgical sites were now healed and asthmatic site was fine but he had severe gastritis he also had pus oozing from the various incision sites so he was managed conservatively and by God's grace patient started gaining weight hair itself in a week's time he also tolerated fluid there was no vomiting no pain abdomen we wish the patient speedy recovery and we have good life ahead thank you